السلام عليكم ورحمة الله ساعدت التقنيات الحديثة أصحاب السيارات في فحص كمبيوتر السيارة واكتشاف الأعطال عن طريق الموبايل بكل بساطة وسهولة من خلال جهاز أو قارئ الأو بي دي المساقر بالإضافة أن الجهاز بيساعد على تحديد المشكلة بسرعة وعمل الخطوات اللازمة لحل المشكلة بدون ما تحتاج لفحص كل جزء من أجزاء السيارة أعظمة الأو بي دي في الوقت الحاضر غالباً بتكون موحدة بشكل عام علشان تكون متوفقة مع كل مصانع السيارات وده بالتالي بيسحل الكتير من الأمور على مالك السيارات ومراكز الفحص وعموماً من سنة 1996 والسيارات بقى موجود فيها أجهزة كمبيوتر صغيرة لتشخيص مشاكل السيارة وأعطالها وفي النهاية ومن خلال التطور المستمر بقى للسيارة لمدبر بيدير الأجهزة دي وهو وحدة التحكم الإلكترونية أو البي سي ام بالإضافة لكده بقى في الإمكان تحليل وتحديد المشاكل واكتشاف الأعطال المختلفة في ثواني قليلة في محرك وجير السيارة والمكونات التانية زي نظام التوجيه والتكييف والفرامل والإشعال وغيرها فحلقة النهاردة هنتعرف على طريقة فحص كمبيوتر السيارة عن طريق الموبايل وأسعار أجهزة فحص كمبيوتر السيارة وهل فحص كمبيوتر السيارة بيظهر جميع العيوب أو المشاكل الموجودة في السيارة؟ ولو حبيت أروح أعمل فحص الكمبيوتر السيارة في مركز صيانة عيفض مني وقت قد إيه وتتلفته بتكون كام ايه هي طريقة فحص كمبيوتر السيارة وإيه اللي تقدر تعمله أو تعرفه من خلاله بيتم فحص كمبيوتر السيارة من خلال خطوطين تقدر تعملهم في البيت بدون خبرة أو معارفة كبيرة وكل اللي عليك تعمله هو تركيب وصلة الـ OBD2 في السيارة وتوصلها بموبايلك من خلال البلوتوس وتبدأ باستخدامها من خلال الأبليكيشن المناسب واللي تقدر تنزله من جوجل بلاي أو الأب ستور وأسيب لك لينك الأبليكيشن على جوجل بلاي في مجموعة مميزات أو وظائف مفيدة تقدر تعملها من خلاله مع وصلة الـ OBD2 وأول ميزة أو وظيفة هي قراءة رموز مشاكل التشخيص أو الـ DTC بيبدأ فحص كمبيوتر السيارة دايما بقراءة رموز الأعطال وبيكون في قايمة كبيرة من الرموز واللي بتدل المصدر المشكلة بالإضافة لكده فقارئ الـ OBD2 ما بيقولكش أو ما بيعرفكش إيه هي المشكلة بالتحديد ولكنه بيظهر ليك كود محدد من خلاله تقدر توصل لمعلومات عن المشكلة وكيفية تشخيصها وإصلاحها ثانيا تفسير رموز الأعطال لما بيظهر قارئ الـ OBD2 قايمة برموز الأعطال كل اللي عليك تعمله في الحالة دي هو معرفة معاني الرموز دي وتشخيص المشكلة وعلى سبيل المثال بيدل الرمز بيزيره ربعمية اتنين واربعين لاكتشاف تصرب صغير في نظام التحكم في انبعاثات بخار الوقود أو الإيفاد وممكن يدل الرمز على الأعراض المحتملة والأسباب المحتملة والكتير من خطوات التشخيص البسيطة واللي تقدر تعملها بنفسك بالإضافة لكده ممكن يظهر الكود بسبب مجموعة أسباب تانية زي تلف غطى البنزين أو تشقق في واحد من خطوط الإيفاد علشان كده بتختلف الإجراءات اللي لازم تتعمل بناء على الكود نفسه والأكواد التانية في القيمة وموديل السيارة ثالثا المرأبة الحية ممكن يوفر جهاز الـ OBD عند فحص كمبيوتر السيارة تقرير تفصيلي في الوقت الفغلي لبيانات السيارة وبيتم عرضها على هيئة رسوم بيانية تقدر من خلالها تشوف التغيرات المفاجهة في أحد الحساسات بسهولة طيب كام سعر جهاز فحص كمبيوتر السيارة؟ بيبدأ سعر جهاز فحص كمبيوتر السيارات من حوالي 500 جنيه مصري أو 10 دولار وده للأجهزة اللي بتعتمد على الهواتف الزكية لعرض الأعطال وبتوصل لـ 35 ألف جنيه مصري أو 700 دولار وده لبعض الأجهزة التانية المتطورة وفي أجهزة أعلى من كده جهاز فحص كمبيوتر السيارة من خلال الموبايل أو الـ OBD2 ريدر عادة بيكون قطعة بلاستيكية صغيرة ما بيتجاوز حجمها كاف الإيل ومن خلال استخدام البرنامج الخاص به بيعرض المشاكل والأعطال والبيانات الأية على شاشة موبايلك من خلال ربطه أو توصينه بالبولوتوت وبتتوفر أجهزة الـ OBD الخاصة بالموبايلات بأشكال وأسعار مختلفة واللي ممكن يخليك في حيرة علشان تحدد الخيار الأنسب ليك ولكنها غالبا بتأدي نفس الغرض فلو كنت محترف فتقدر تستخدم أجهزة الـ OBD2 المتقدمة وغالية التمن واللي بتقدم الكتير من المعلومات الدقيقة والمتعلقة بأعطال مختلفة بالإضافة لدعمها الأنظمة المختلفة زي الـ EBB أو اختبار فرامل اليد الكهربائية والـ SRS أو اختبار نظام الأمان في السيارة والـ BMS أو اختبار نظام إدارة البطارية والـ TBMS أو اختبار نظام مرقب ضغط الإطارات أو الـ DBF أو اختبار فلتر جسيمات العالم كمان ممكن تتميز بعضها بالقدرة على قراءة نسبة الكربون الخارجة من الشكمان وبيان إذا كانت سيارتك هتعدي أو هتنجح في اختبار الفحص الدوري أو لا طيب هل فحص كمبيوتر السيارة بيظهر جميع العيوه؟ بتكتصر الأعطال اللي بتكتشفها عملية فحص كمبيوتر السيارة على الأعطال الكهربائية زي حسسات الجير والمحرك وأنظمة التوجيه والفرامل وده خلاف الأعطال التانية المتعلقة بالجانب الميكانيكي واللي بتحتاج فحص بصري من خلال فن سيانة وأحياناً بتكون الأعطال غير حقيقية وبتختفي بمجرد إعادة ضبط ذاكرة وحدة التحكم الإلكترونية أو بسبب تآكل فياش واحد من الحسسات المتصلة بوحدة التحكم الإلكترونية في السيارة طيب فحص كمبيوتر السيارة بيحتاج وقت قد إيه أو بياخد وقت قد إيه؟ بيحتاج فحص كمبيوتر السيارة من خلال الموبايل أو من خلال أجهزة الأو بي دي المتطورة عدد دقايق فقط لحد ما يكتمل أو ينتهي وبيقوم الميكانيكي بتوصيل جهاز الأو بي دي لتشخيص السيارة لقراءة رموز المشاكل اللي بتدل لمكان المشكلة وبعد كراءة رموز العطال هيشتغل بالفحص البصري علشان يوصل لصورة أكتر دقة عن الجزء اللي شغال بشكل غير صحيح وأفضل طريقة لإصلاحه بناء على رموز الخطأ اللي ظهرت ولو قررت إنك تاخد سيارتك لمركز متخصص فلازم يكون عندك وقت ومستعد للانتظار مدة بسيطة قبل الاختبار وبعده علشان تعرف المشاكل اللي ظهرت وطريقة حلها وتوقع إنك تنتظر ساعة على الأقل في أي اختبار تشخيصي لفحص كمبيوتر السيارة طيب كم تكلفة أو سعر محص كمبيوتر السيارة في مراكز الصيانة؟ ممكن يختلف 8 جهاز فحص السيارات اختلاف كبير وده بناء على موديل ونوع العلامة التجارية للجهاز علشان كده ممكن تتوقع دفع ما بين 250 جنيه مصري ل 500 جنيه مصري وبيختلف السعر طبعا حسب دولتك وده علشان تعمل اختبار تشخيصي للسيارة في مركز متخصص قبل عمل أي إصلاحات وعلى الرغم من وجود أماكن بتقول أو بتدعي إنها بتقدم خدمات تشخصية مجانية للسيارات ولكنها في الغالب عندها رسوم خفية وعلى سبيل المثال لو قمت بفحص كمبيوتر السيارة عندهم وظهرت بعض رموز الأعطال لازم تقوم بإصلاح السيارة عندهم أو دفع قيمة الفحص واللي عادة بتكون مرتفعة التمن مقارنة بالمراكز الثانية ولأن عملية فحص كمبيوتر السيارة من خلال الموبايل بسيطة نوعا ما وتقدر تعملها بنفسك بسهولة فنصحت ليك إنك تعملها بنفسك في البيت كلمة أخيرة أو نصيحة أخيرة عن فحص كمبيوتر السيارة هتفيدك لو مشيت عليها فحص كمبيوتر السيارة مش شيء غامل زي ما انت فاكر وتقدر تقوم بيه بنفسك بالإضافة إن فحص كمبيوتر السيارة يعتبر ضروري للصيانة السيارة وبيوصى بعمل ده بانتظام لمنع المشاكل البسيطة من إنها تبقى مشكلة كبيرة بالإضافة إنك مش لازم تكون ميكانيكي خبير قبل ما تبدأ في فحص سيارتك لأنك تقدر تفحصها بقليل من المعرفة أو الخبرة وده يوفر عليك الكتير من الوقت والتكلفة كمان تقدر تعمل بعض الإصلاحات البسيطة بناء على الرموز اللي ظهرت وتوفر الكتير من التكلفة لما تكون غير محتاج لإصلاحات معقدة وفي النهاية لو لقيت إن جزء من السيارة محتاج للاستبدال أو لازم تعمل عليه بعد الاختبارات التشخصية المعقدة لإصلاح المشكلة فتقدر وقتها تروح أو تتوجه بالسيارة لميكانيكي عنده الخبرة الأساسية لتشخيص المشكلة وعلى الرغم من إنك لو روحت أو توجهت بسيارتك لميكانيكي هيكون خيار سهل ولكنك تقدر تعمل ده في البيت علشان توفر التكلفة لو شايف إن ما فيش أطل كبير وحتى لو ما قدرتش تحل المشكلة فتقدر بعد كده تروح أو تتوجه لميكانيكي عنده الخبرة الأساسية علشان يساعدك على حل المشكلة في نهاية حلقتنا نكون تكلمنا وضحنا أكتر المعلومات الضرورية عن فحص كمبيوتر السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتحدد المكونات اللي محتاجة لإصلاح شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى موسيقى